شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن إمام المتقين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن للولد على الوالد حقا وإن للوالد على الولد حقا هذه تمثل مفرد من مفردات قاعدة كلية رائعة نجدها في الإسلام وهذه القاعدة هي قاعدة تكافؤ الحقوق الحقوق متكافئة ولا يوجد هناك أحد مستثنى من هذه القاعدة الكلية هناك كلمة لطيفة جدا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في هذه الكلمة ولو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه الحق لكان ذلك هو الله تعالى الله سبحانه وتعالى له حقوق علينا ولكنه منة وتفضلا علينا جعل لنا حقوق عليه فلا يمكن لأحد أن يتصور أن له حقوق على الآخرين ولكن الآخرون ما لهم حقوق عليه هذه المشكلة التي تنشأ منها المشاكل كل واحد يرى ما له من حقوق على الآخرين ولا يرى ما للآخرين من حقوق عليه المشكلات التي تنشأ في الحياة العائلية كيف تنشأ الرجل يفكر في هذا المنطق ما هي وظيفة زوجته ولكن هل فكر الرجل في يوم من الأيام ما هي وظائفه تجاه زوجته وهل أدى هذه الوظائف أو لم يؤد ها وما هي الوظائف المرأة عادة تفكر ما هي وظائف الرجل تجاهها ولكن هل فكرت في يوم من الأيام ما هي وظائفها تجاه الرجل نحن إذا نفكر ما لنا وما علينا كثير من المشاكل تنحى الإمام طبعاً طبعاً الوالد رحمه الله له نظرية في الفقه يذكرها في بعض المواقع وهي أن كلمة الوالد في المصطلح الشرعي تشمل الوالد والوالد الوالد يعني من ولدك من الذي ولدك الأب ولدك والأم ولدتك هذا الوالد ذكره رحمه الله في كتاب الناذر أو العاهد أو اليمين على ما أتذكر فلعل هذه الكلمة تنطبق في المقام أيضاً إن للولد الولدم يشمل الإبن والبنت من الناحية اللغوية إن للولد البنت والإبن كلاهما ولد إن للولد على الوالد في نظر الوالد يشمل الوالد والوالد على الوالد حق وإن للوالد على الولد حق القضية ذات طرفين ما هي الحقوق الحقوق كثيرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى بعضها نحن يجب أن نطالع كتب الأحاديث حتى نعرف ما هي هذه الحقوق وهل أننا أدينا هذه الحقوق أو لم نؤدها فحق فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء الطاعة المطلقة طبعا إحنا عندنا أكثر من هذا أيضا عندنا فوق الطاعة المطلقة شنو فوق الطاعة المطلقة ما كان يفعله آباؤنا وأجدادنا يقرأ فكرة الطرف الآخر يعني مرة واحد يتقيد بالأوامر والنواهي ولكن أحيانا تقرأ نفسية الطرف الآخر ماذا يريد منك ماذا يحب وماذا يكره كانوا يتقيدون حتى بما يدور في خلد آبائهم وأمهاتهم أكو أم كبيرة في البيت كثير من الآباء كثير من الأمهات عدهم إباء بالذات إذا الأب طعن في العمر وقع جانب الأم طعنت في العمر وقع الجانب ما تحب أن تأمر وأن تنهى بالذات المتدينين المتدينين جدا ما يحبون الأمر والنهي لا يطلبون من علامات أهل الجنة من الأشياء التي تؤدي إلى الجنة أن لا تطلب من أحد شيئا لا تطلب حتى قاعد على المائدة الماء ذاك الجانب لا تقول لذاك جئني بهذا الماء انت قوم التفع على المائدة واشرب الماء هاي من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله لجماع الشرط لدخول الجنة في قضية ما علي بها فالأب بالذات الأباء المتقيدين بالآداب الشرعية ما يؤمر ما ينهى ولكن تشعر أنه يحب هذا الشيء فتعمله وتشعر بأنه يكره هذا الشيء فتشتنب هذا فوق الطاع هذا مفتاح لكثير من البركات والخيرات ويسل قرني معروف من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما جاء حتى يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأن أمة ما كانت ترضى بذلك في اليمن كان على ما ببالي أمة كانت تأنس بقربه بوجوده فد يوم أخذ منها إذن على ما ببالي أذنت له في نصف يوم إجي من اليمن إلى المدينة شاف النبي مو موجود طالع انتظر نصف يوم النبي لم يعود فرجع حتى لا يخالف أمه بهذا المقدار النبي كان يقول وَا شَوْقَاح إلى أُوَيْس هالشكل روحي طبعا الآباء والأمهات يجب أن لا يسيئوا استخدام هذا الحق صحيح هذا الحق حدود مننا واجبة قد تكون حدود مننا قد تكون مستحبة لكن لا يسيئوا استخدام هذا الحق لي دمروا حياة أولادهم وبناتهم الآباء الذين يعضلون بناتهم عضل هذا خطأ من الناحية الشرعية ربما يكون محرم من الناحية الشرعية نوع من أنواع الظلم لا نقول أن الأب أو الأم تظلم أو تجحف أو تعضل هذه العضل مشكلة العضل التي نجد نتائجها المريرة في بيوت المسلمين ولكن بقطع النظر عن هذه العناوين عنوين الظلم والإجحاف وما أشبه الإبن والبنت يجب أن يكون ينبغي أن يكون الخط العام لهم في حياتهم خط الطاعة للأب والأم يجب أن تكون حميمة فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء خط الطاعة المطلقة إلا في معصية الله سبحانه هناك تجي أي قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا الطرف الأول الطرف الثاني من القضية الأولاد أيضا لهم حقوق وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمح أو يحسن ويحسن أدبه ويعلمه القرآن يرى نفسه مسؤول عن تهذيب عن تربية الأب مو فقط مسؤول اقتصادي في البيت يجب أن يكون مربي مربي لأولاده مربي لأبناء وبنات وكذلك الله إحنا الذين نجد في آبائنا في أجدادنا هؤلاء الأخيار الأبرار تلك الروحيات المرتفعة ليش لأن آبائهم أمهاتهم كانوا يهتمون بهم بداية كل شيء التوجه والاهتمام إحنا أولادنا منو دا يربيهم منو دا يربيهم حقيقة الواقع القائم مفجع إلى أبعد الحدود الراديو يربيهم تلفزيون يربيهم الفضائيات تربيهم الانترنت يربيهم أفلام الكارتون تربيهم كيف تربيهم أنا أذكر لكم دراسة في الفضائيات العربية حقيقة الأرقام مهولة شوفوا أولادنا شلون دا ينشعون حتى أفلام الكارتون البريئة اللي ترونها بريئة هذه من أخطر الأشياء على أولادنا لعب دا يلعب هذا مو لعب هذا مو لعب هذا مفهوم هذه قيم مضاد دا يغرسوها في أذهان أولادنا وبناتنا أبناء وبناتنا لاحظوا هذه الدراسة في الفضائيات العربية تقول هذه الدراسة العنف المتلفز له تأثير كبير على شخصية الطفل يصبح أقل إحساسا بآلام الآخرين ومعاناتهم أكثر ميلا إلى ممارسة السلوك العدواني ويزيد استعداده لارتكاب التصرفات المؤذية الطفل هذا عجيب في عمر 11 عام يكون هذا لازم يصير بحر العلوم هذا الطفل بحر العلوم طفل كان قاعد في مجلس وإذا به يخرج باكيا قال له لليش شفيك قال واحد من الحاضرين اغتاب مؤمن كيف أجلس في مجلس يعصى فيه الله تعالى هاي التلفزيونات تربي هالشكل أفراد الطفل في عمر 11 يكون قد شاهد ناح 20 ألف مشهد قاتل أو موت يقولون اللي يغسلون الأموات الموت يصير عاد صحيح لولا هذا كل يوم يجيبو لعشرين ميت إحنا عندما نشوف ميت تنقلب حالتنا نتأثر أما هذا غسال الأموات كل يوم يجيبو لميت هذا الطفل شايف الطفل العربي شايف 20 ألف مشهد قاتل أو موت هذا بعد تكون عنده حساسية إذا شف واحد في شوارع بغداد واحد من الإرهابين قتل واحد طبيعي 20 ألف عملية قتل شايف خدم 21 ألف يعني واحد على العشرين ألف طبيعي هؤلاء الإرهابيين في العراق البعثيون وأمثالهم من جملة العوامل هذه الفضائيات العربية مربيتهم من جملة العوامل قتل طبيعي قبل كم يوم كان كاتب بفلان واحد قاية ليقول قاتل إنسان كنت أتصور أن قاتل إنسان تجرب خطيرة في حياتي قتل إحنا المتدينين حتى ما نرضي نقتل فد نملة مو نقتل نملة نأذي نملة واحد يجيب إيده يأذي فد نملة يتشب ماء عليها وإجدان ما يرضى هذا الرجل في العراق يقول الإرهابي يقول كنت أتصور أن القاتل تجربة مثيرة خطيرة كبيرة بعدين قتلت رأيت أن قتل إنسان مثل سحق نملة هاي الفضائع اللي الإرهابيين بالعراق دعا يسوون من قاتل وتعذيب هذا الطفل اللي عشرين ألف مشهد قتل أو موت شائد بعد القتل يكون عنده فد مفهوم إحنا المتدينين ومن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وهذا الطفل في عمره دعش شاهد أكثر من ثمانين ألف مشهد اعتداء حتى في أفلام ناءنا وبناتنا المحلة الباهتة هاي مدارس نتنتج أربوطعش ألف ساعة يقضيها في هذه المدارس واثنين وعشرين ألف ساعة يقضيها مقابل شاشات التلفزيون هذه منواقس خطار المشاهدة لهذه البرامج تفرس السلبيات السلبية الأنانية عدم التعاون مع الآخرين عدم الإحساس بمشاعرهم السخرية منهم التقليد الأعمال للآخرين اللجوء إلى العنف عدم الشعور بالأمان الشعور الدائم بالخوف نحن يجب أن نهتم وأنا أظن من أفضل الأعمال التي نعملها مضافا إلى التوجيه الفردي الأبو لازم يكون موجه لنقول ما نعرف نحن كثير من الأشياء ما كنا نعرف فتعلمناها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نحن عندما ولدنا ما كنا نعلم لا تقولون ما أعرف تعلم ما أعرف أحكي ويا ابني تعلم واحد يتعلم ما دام واحد في هذه الحياة أكو مجال يتعلم كيفية التعامل مع أبنائكم لنتعلم يعني لتعلم كيف نتحدث آباء ما يتحدثون ويا أبنائهم أمهات ما يتحدثون ويا بناتهم يجب أن يتحدث هذا مربي هذا موجه في الأحاديث اجعلوا أولادكم وزراء الكوم في مرحلة عمرية معينة وزير إليك استحبه معك هذا شيء ومن أفضل الأعمال مضافا إلى هذه الهياءات نحن نحتاج إلى مئات الألوف من الهياءات في بلادنا الهياءات لها دور جدا كبير في كربلا الوالد رحمه الله كان يشوق على إنشاء الهياءات هيئة عشرة هيئة عشرين هيئة تعليم قرآن تعليم الأحكام الشرعية تعليم المسائل عشرة أطفال يرحون عشرة شباب يرحون ينمون يتعلمون القرآن يتعلمون التجويد يتعلمون الأحكام الشرعية مو بعد واحد بعد خمسين عام يكتشف أنه كل وضوءاته كانت باطلة وأغساله كانت باطلة وصلواته وحجة كان باطلة هيئة لننشئ الهيئات بمئات الألوف في بلادنا هيئة تعليم قرآن يتعلم القرآن هذا مو فقط يفيد الآخرة هذا يفيد الدنيانا الإبن اللي يحفظ القرآن كيف يتعامل مع عائلته مع أبيه مع أمه مع إخوانه الشاب اللي صبح الجمعة يقرأ دعاء الندبة خلوا دعاء الندبة في بيوتكم أنا شايف عوائل مجربة هذه عائلة صبح الجمعة يعني اليوم خلوا دعاء الندبة دعاء مليء بالروحانية يشدنا ويشد أجيالنا بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في بعض العوائل الأب يقرأ الأم تقرأ الأطفال واحد واحد منهم يقرون والأولاد روحانية عجيبة عصر الجمعة هيئة في بيتكم لدعاء السمات عصر الجمعة جدا مهم صبح الجمعة جدا مهم الجمعة مو للنوم نحن نعتبر الجمعة للنوم لا الجمعة مو للنوم الآية القرآنية لاحظوها الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني يوم الجمعة يبيع إلى أن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذن وين العطلة صارت في منطق القرآن الكريم اعمل حتى يوم الجمعة يسا ما يخالف تعطيل عطلوا لكن واحد يشحنه ببرامج روحية يفتخر بأبناء حتى إذا ما يقول بلسانه يتعلمون القرآن يتعلمون الأحكام الشرعية يتعلمون صلاتهم صومهم يتعلمون الأخلاق يتعلمون الأدب أمير المؤمنين صلوات الله عليه جاءه أب فقال مضمون القضية للولد هل تحفظ القرآن ليش أولادنا ما يحفظون القرآن بعضهم يعني قال هل تحفظ القرآن مضمون القضية قال لا طفل قال فاحفظ القرآن القرآن نور القرآن بركة البيوت التي يقرأ فيها القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الآث البيت اللي يقرأ فيه القرآن في الأحاديث أمتع أهله في خير في بركة هذا الطفل هاي كلمة أمير المؤمنين أثرت بي وراح في بيته وسد رجله قيد رجله وقعد في مكانه سنة كاملة ما يتحرك إلا للحاجات الضرورية سنة كاملة حفظ القرآن هذا الطفل فكرة الهيئات في البيوت في المجتمع من الأفكار المهم ويجب أن نشجع هذه الحركة وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه يعني تهذيبه ويعلمه القرآن بعد هذا الأب بعد خمسين عام بعد ستين عام بعد ثمانين عام أنت في جنان الله إن شاء الله وإذا بالملائكة يعني تصورنا يأتون إليكم بطبق من نور يعني هكذا يحتمل أن يكون تقول ما هو هذا الطبق يقول ابنك في صلاة الليل دعا لك رب غفر لي ولوالدك هناك واحد يفرح في شيخوخت واحد يفرح في شباب واحد يفرح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الغم عن هذه الأمة وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين مغفورين بأيدي مليئة إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أسنج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر